مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في صفحة مئة وعشرين سنكمل التمارين نمر إلى السؤال خمسة عشر أشكل ما يلي كأن الجار كأن الجار كأن 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 الجار أخا كريم أخا كريم ينبغي احترامه كأن من أخوات إن الجار أخو كريم ينبغي احترامه ينبغي احترامه الخبر جاء جملة فعلية كأن الجار أخا كريم ينبغي احترامه ثم الواجبات إذن أنجز أنجز الواجبات لأتمتع بحقوقي حضر المهندس الماهر الذي أصلح الجهاز ثم أبين لماذا كتبت التاء مبسوطة في هذه الكلمات البيت صوت رافعت بنات إذن رافعت جاءت في الفعل إذن هنا يا لماذا؟ لأن هذا الفعل ففي الأفعال تكتب بصوطة أما في الكلمات الأخرى بنات صوت بيت لأنه لا يمكن الوقوف عليها ونطقها ها ممكن نقول البي صو بنا لأنه لا يمكن الوقوف عليها ونطقها ها لأن بيت صوت بنات تكتب بصوطة أملأ ما ينقص كل كلمة بهمزة مناسبة تأ لمتي تأ قولوا منها الافتحة إذن تكتبوا على الألف الأم لرؤ قولوا منها الضمة لرؤ يتي تصرف الأبناء سؤال 18 أكتب النص الذي يمليه علي أستاذي أو أستاذي ثم أصححه بتعاون مع أصدقائي وصديقاتي أقرأ وأنجز اتصل مهاجر مغربي يقطن بالسويد بصديقه المغربي عبر تقنية سكايب ودار بينه محوار حول حقوق المهاجرين وواجباتهم بديار المهجر هذه عبارات ومفردات تم تداولها أثناء الاتصال أقرأها وأضعها في المكان المناسب مضيفا إليها ما يناسب من مفردات أخرى فأنا قد نقرأ هذه العبارات احترام السكان احترام السكان احترام السكان وشن ندخله في مغربة العالم الحق والواجبات الاتصال والتواصل احترام السكان نسميوها واحد هذه جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعود سعود عشرة نرقمهم باش نبعد كلها واحدة نحطها أو كلها رقمنا نحطه في البلاصة المناسبة أحداش اثناش تلتاش أربعطاش وهنا خمسة خمسة احترام السكان فهذا من الحقوق أو من الواجب ديالنا يعني دخل في الحقوق والواجبات واحد طني واحد تبعا الحقوق والواجبات الهاتف الاتصال والتواصل جوج المهاجر ديال مغاربة العالم ثلاثة ثم الانترنت الانترنت هو شا ندخله مع مغاربة العالم والحقوق والواجبات ولا الاتصال والتواصل إذن الانترنت هو دخل مع الاتصال والتواصل إذن هنا ربعة ثم تعلم اللغة فكي خص مغاربة العالم يتعلم اللغة إذن هنا خمسة بلد المهجر كذلك ثم بلد المهجر إذن بلد المهجر فقد اندول مغاربة العالم التلفاز إذن من وسائل التواصل سبعة العمل الشريف الانضباط إذن العمل الشريف فمغاربة العالم يعملون هناك في المهجر ربي شرفين إذن تمانية الانضباط إذن غني نخلف الحقوق والواجبات تسعة الرسائل النصية القصيرة عشرة الاتصال والتواصل تعليم الأطفال إذن من الحقوق للأطفال التعليم حرية التنقل حرية التنقل مغاربة العالم تنقلوا بحرية داخل أو خارج أرض الوطن السفار كذلك يسافرون 13 الحنين إلى الوطن 14 الاتصال بالأهل 15 مغاربة العالم ثم يمكن ننضيفه بعض المفردات الأخرى الميدياة مثلا الهاتف ندخلوا في الاتصال والتواصل كذلك احترام الآخرين ندخلوا في حقوق والواجبات ولا غير ذلك من العبارات الأخرى التي يمكن أن نضيفها ثم السؤال 20 أستمع إلى النص الذي يقرأه أستاذي أو أستاذي ثم أنجز شفاهيا ما يطلب مني بتعاون مع أصدقائي وصديقاتي أصفوا في سطور المكان الذي أسكنه مع أسرتي إذن بعد استماعكم للنص شفاهيا ستكتبون أو ستنجزون ما يطلبه منكم الأستاذ ثم أصفوا في سطور المكان الذي أسكنه مع أسرتي مثلا يقع منزلنا في قرية جبلية هادئة تحيطه أشجار الأرز والبلوط الشاهقة ويطل على ربوة خضراء تتوسطها ساقية ماء عدب مع كل شمس تشرق وترسل خيوطها الذهبية في نافذة غرفة الشاسعة أستيقظ على أصوات العصافير المغردة لأبدأ يوما آخر جميلا في قريةنا الخلابة ثم السؤال رقم 22 أتحدث عن شخصية يهوديتين من مغاربة العالم تعرفت عليها في تعلماتي السابقة فمثلا الكوميدي جاد المالح هو الفكاهي والكوميدي الأكثر شعبية في فرنسا وأوروبا والذي ولد وترعرع في صغره بأزقة مدينة الدار البيضاء قبل أن تقرر عائلته اليهودي الاستقرار بفرنسا ليلمع بعد ذلك في مجال الكوميديا ثم السؤال الأخير 23 أبحث عن صورة لنوع من أنواع وسائل الاتصال في العصر الحديث وأكتب معلومات عنها فمثلا الحاسوب الحاسوب أو الكمبيوتر هو جهاز إلكتروني لمعالجة المعلومات أو البيانات لديه القدرة على تخزين واسترجاع ومعالجة البيانات قد تكون على دراية بأنه يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر لكتابة الوثائق وإرسال البريد الإلكتروني والألعاب وتصفح الويب أي الانترنت يمكنك أيضا استخدامه لتعديل أو إنشاء جداول البيانات والعروض تقديمية وحتى ملفات الفيديو لنوع هذه صورة للحاسوب بهذا ننهي تمارين صفحة 126 نلتقي في أول درس من وحدة الرابعة كما أذكركم بأنه بإمكان متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلايليست إلى اللقاء